اشتركوا في القناة لا تقلق سأريك التقنية لتتمكن من تطوير ردة الفعل في المنزل وكذلك تزيد من سرعة لكماتك لكن أولا كيف ستتوقع اللكم القادم نحوك وأنا شخصيا تلقيت الألاف من اللكمات مباشرة في رأسي لأن مسيرتي في الملاكمة فيها 106 مباراة ولأنني فزت بميدالية أولمبية فهذا يدل أن الدفاعي جيد وهناك بعض الأشخاص أرادوا لكمي في رأسي في الشارع عندما كنت حارس في ملها ليلي وباستعمال هذه النصائح التي سأشاركها الآن تمكنت من الجميع عادة اللكمة الوحيدة التي سيسددها معظم الناس في الشارع وهي لكمة يمينية بهذا السوء كما ترون وهي أسهل لكمة لتدافع عن نفسك وكذلك ترد الهجوم بلكمتك الخاصة وسأريك كيف تفعل ذلك إن كان شخص قادم نحوك ركز في يده اليمنى وماذا يفعل بها؟ فإن رأيته يشد قبضته هكذا حينها تحديدا سنعلم أنه سيسدد اللكمة اليمينية وأعلم ربما يسدد يد يسرى أو جاب أو لكمة إلى الجسم لكن في الغالب وفي تسعة مرات من أصلي عشرة اللكمة التي سيستعملها هذه لكمة غابية باليد اليمينية لذلك القبضة يجب أن تركز معها لكن عينك أين يجب عليك النظر؟ هل تنظر إلى اليد أو تنظر إلى الصدر؟ أو العينان؟ إن كنت في نزال ملاكمة أنصحك بالتركيز هنا نعم هنا لأنك ستتمكن من رؤية كل شيء لكن الآن لسنا في الحلبة نحن في الشارع يجب النظر إليه مباشرة في العينين لأنك في معظم الأحيان ستعلم أيضا أنه سيسدد لكمة ستتمكن من ذلك هل هو غاضب؟ هل يقوم بشد قبضته؟ هذا دليل على أنه سيسدد لكمة والآن أين يجب عليك الوقوف؟ وكيف تقف؟ شيء مهم جدا فآخر مكان تريد أن تقف فيه هذه الوضعية خلفك حائط مباشرة وخصمك أمامك فسيكون من الصعب عليك تجاوز اللكمة وكأنك في حلبة الملاكمة وظهرك على الحبال مباشرة من الصعب الدفاع عن نفسك والآن إن كنت ملتصق بالحائط وتعلم أيضا أنه سيسدد تلك اليمينية من الجهة اليمنى طبعا أول شيء تفعله يجب أن تضع يدك أمامك وتبدأ بالذهاب يمينا وتبتعد قدر الاستطاع عن اليد التي سيلكمك بها لكن نحن لا نريد أي لكمات والنصيحة في آخر الفيديو ستساعدك في هذا لكن أولا لنتحدث عن الوضعية التي ستتخذها يجب أن تتخذ وضعية الملاكمة هكذا وركبك مثنية ومستعد فإن بدأ القتال وأنا في هذه الوضعية فسيكون من السهل جدا المراوغة باللكمات وأرد الهجوم بلكماتي الخاصة مقارنة بهذه الوضعية هنا أقف بهذه الطريقة فمن الصعب عليك التحرك كذلك إن تلقيت لكمة فأنا فاقد للتوازن حتما وسأسقط أرضا وبعد اتخاذي لهذه الوضعية سأضع يدايا في الأعلى هكذا وتقول أنا لا أريد القتال لكنك ستبقى في هذه الوضعية أيضا وإن لم تعرف كيف تقف هكذا انتظر لنهاية الفيديو فهناك رابط ليريك هذا إذن أنا متخذ لهذه الوضعية ويدايا في الأعلى وعينايا مباشرة في عيناه فأنا مستعدا لتلقي اللكمات وإن رآني هو أيضا في هذه الوضعية سيقول هذا الشخص يعرف الملاكمة هل سأعبث معه حقا؟ وبهذا فأنا عبثت بعقله ولن يتجرأ ليسدد اللكمة كما يمكنني أيضا فعل العكس تماما أجعله يسدد اللكمة متى شئت نحن لا نريد هذا طبعا لكن إن كان أمامك وغاضب ويريد تسديدها تلك اللكمة فيجب أن تعرف متى سيفعلها وهذا باستعمال الخدعة بكل بساطة هكذا وها هو يقع في الفخ وطبعا يظن أنني سألكمه ويسدد تلك اللكمة اليمينية والآن أفضل طريقة لتجاوز هذه اللكمة هي ببساطة التمايل إلى الخلف أنت ابتعدت من طريق اللكمة كليا وحتى إن لمستك وأنت بصدد الإبتعاد فستكون ضعيفة جدا فعوض الإنزلاق أو المراوغة فلا تزال قريب وربما يركلك أو أي تلكمة فبالتمايل إلى الخلف أنت تبتعد كليا وهناك أفضل منها هو الخطوة إلى الخلف لكن إن لم تكن معتادا عليها وعلى وضعية الملاكمة فستكون صعبة قليلا إذن بعد دفاعك ماذا ستفعل؟ ولأن لديك ردة فعل بسبب النصيحة التي سأخبرك إياها افعل ما سأفعله أنا نحن نعلم أنه سيسدد تلك اللكمة اليمينية أتراجع خلفا وأعود مباشرة بلكمة بيدي اليمينية المباشرة وستبدو هكذا ها قد سقط كما تشاهدون الآن لكن حتى إن لم يسقط سيكون مصدوم حتما وبعد ذلك يمكنك فعل ما تريده الدفاع عن نفسك أكثر إن كان الموقف يتطلب هذا أو أفعل ما سأفعله أنا اذهب بعيدا لكن إن تعلمت كيف تلكم بطريقة صحيحة وسينتهي أمره بلكمة واحدة سأعطيك طريقتان لتطور من لكمتك ومن ردة فعلك الأولى لإتقان لكماتك قد صنعت برنامج متكون من خمس خطوات مجاني كليا ويمكنك من جعل لكماتك مثالية في الملاكمة إن أردت هذا اضغط على الرابط في الأسفل مجاني كليا وسأرسل لك هذا البرنامج بسرعة لتلكم بطريقة أفضل وهذا مناسب للملاكمة أكثر من قتال الشوارع بالطريقة الثانية سنحتاج كرة تينس وظهرك ملتصق بالحائط وستطلب مساعدة رفيقك ليرمي الكرة نحو رأسك كما ترون هنا هو يبتعد من طريق الكرة يراوغ بكرة التينس لأن الكرة تأتي مباشرة نحو رأسي ويجب الإبتعاد عنها بشكل سريع يجب أن تجرب هذا لكن يجب عليك تعلم الملاكمة أصلا لذلك سنعط هذا الفيديو هنا لتتعلم الملاكمة ولا تحتاج أي معدات اضغط هنا وشاهد هذا تاليا